السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أسعد الله وأكادكم بكل خير معكم دكتورة محاسن عبداللطيف محجوب استشارية النساء والولادة بمستشفى الموسى التخصصي بالإحساء في الحقيقة أنا ليفترة طويلة في المملكة يقارب الثلاثين عام ولفت في أجزاء المملكة المختلفة وأخيرا طاب للمقام في مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله رح أتكلم لكم عن أعراض سن الياس والشريحة المعنية اللي هم السيدات بين سنة الخمسة وأربعين إلى سنة الخمسة وخمسين والكلام دي يشمل كل المجتمع لأنه وفي مجموعة من السيدات دي لإمكان ما تتابعوا الميديا فعشان كده الناس كلها تكون عندها فكرة عن الأعراض سن الياس والناس تكون متفهمة الوضع الحاصلي نحن عارفين إنه الوحدي لما انتصل سن البلوغ بتجيه الدورة وبتستمر في فترة الإنجاب وبعد كده بتبدأ المبايض عملة يخف وما بتنتج بويضات وما بتنتج هرمونات وبعد شوية بتوقف الحيض توقف الحيض معناها الوصول لسن الياس وأنا بصراحة ما أحب أسميها سن الياس هي الوحدي بتكون يأسة من الحيض بس لكن غير كده مجالات الحياة مفتوحة لها كتير جدا جدا بالعكس هي بعد كده بتكون يعني تفرغت لحياتها أكتر طيب نجي نحكي عن أعراض سن الياس الأعراضية قد تبدأ مبكرة قبل انقطاع الدورة انقطاع الدورة معناها بلوغ سن الياس فقبل انقطاع الدورة قد يكون بسنتين ثلاث سنين في بعض الأحيان أربع سنين الوحدي بتحس بالأعراض منها الهبات الحرارية منها يعني يكون نومة قلق شوية ما تنوم كويس منها اللي هي يجيها عرق بالليل وهي راقدة نايمة طيب حتى تلاقي نفسها عرقانة كتير ومنها انه الوحدي بعضهم يعني تحس جفاف في المهبل بالذات لما تكون مع زوجها تحس جفاف شديد برضو من الأعراض انه يتغير عليها وضع المسانة يعني تصير المسانة بتاعاتها كل شوية عايز الحمام يصير فيه شوية يعني عدم انتظام بالنسبة لها مختلف من من أول بعض الناس يحسوا بيتعب في جسمهم ألام في مفاصلهم ألام في عظامهم وده كله يرجع لنقص هرمون الاستروجين طيب متى تبدأ هذه الأعراض؟ الطبيعي أنه الأعراض سن اليأس أو انقطاع الدورة بيحصل في المتوسط تقريبا في حوالي سن الواحد وخمسين لكن بعض الناس يحسوا بالأعراض أو يحصل لهم يصلوا مرحلة اليأس أو مرحلة انقطاع الدورة قبل سن الواحد وخمسين أو قبل سن الخمسين يعني طبيعي إذا الواحد بعد سن الخمسة وأربعين انقطعت عليها الدورة ودخلت في مرحلة اليأس دية طبيعي يعني عندنا من سن خمسة وأربعين لحد سن خمسة وخمسين يعتبر هذه الفترة طبيعية قبل سن خمسة وأربعين يعتبر هذا فشل مضايض مبكر شوية طيب الأعراض نحن قلنا احتمال الواحد يتحس فيها قبل واحتمال يعني في بعض الناس يحسوا فيها خفيفة جدا ونسبة بسيطة جدا قد لا تحس بكل الأعراض دية في بعض الناس تكون الأعراض دي عندهم مرة شديدة قوية ويلجأوا للأطباء للعلاج فنحن عايزين الناس يعرفون إنه الأعراض دي طبيعية يعني الواحد ما تنزعج الهبات الحرارية الواحد دي تحس تكون قاعدة عادية تحس بنفسها حرت وتحس بنفسها يعني حرانة وعرقانة ومحتاجة لهوا محتاجة له برودة محتاجة له كده والحكاية دي بتستمر فترة بسيطة وبتروح وساعات بيكون فيه مثلا سبب بهيج هذه الشغالانة مثلا انزعاج تفكير حاجات زي كده مرات بتهيج تخليه تحس الهبات الحرارية العراض التانية الناس بيتفاوتوا فيها اللي هو عظم انتظام النوم العرق بالليل الحياة التانية كل الناس بتفاوتوا فيها لكن يمكن معظم الناس بيحسوا بهي الهبات الحرارية الواحد دي لما تحس فيها بتجي لي عند الطبيب عشان تشوروا الحاصل ايه وكده فدي ده فيزيولوجي الجسم بدعنا إنه المبايد تصل مرحلة تتوقف فيها من إنتاج البيضات تتوقف فيها من إنتاج هرمون الاستروجين اللي هو بساعدنا في حاجات كثيرة جدا بالنسبة لي السيدات فتوقف هرمون الاستروجين يؤدي لي العراض اللي نحن ذكرناها دي فدائما نحن بنشرح للوحدي العراض دي والعراض دي طبيعية والعراض بعض الناس بتستمر معاهم فترة ممكن تصل خمس سنين في بعض الناس بتقييف قبل كده فكل اللي بنعملوا إنه بنشجعهم إنه يتجاوزوا المرحلة بطريقة سهلة ويكونوا متفهمين الحاصل عليهم شنوه وبنساعدهم ببعض الأشياء اللي يتساعدهم إنه يتخطوا هذه المرحلة من غير علاجات في الدول الغربية الإلاج اللي بياخدوه طوالي وبيحبوه اللي هو ياخدو الهرمون البديل يعني الوحدي مجرد ما تحس بالعراض وتعرف نفسها بدت تدخل سن الياس أو بدت تدخل سن القطوع بتأمشي للدكتور عشان يديها الهرمون عشان يعوض لها الهرمون اللي في جسمها وتبدأ تجيها دورتها عادي وتحس نفسها مرتاحة وما فيش هبات حرارية النوم بالليل يكون أحسن ألام الجسم تخيف فتكون مستمتعة بالهرمون اللي بتاخده الهرمون دي عبارة عن سلاحزوا حدين لأنه عنده آثار الجانبية من الآثار الجانبية بتاعته إذا الواحد استمرت فيه كتير ممكن يأدي لي بالذات اللي عنده هون الرحم وما بيعملوا كنترول عليه كويس ممكن يأدي لي سرطان الرحم أو كمان بيمروا بالزمن ممكن يأدي ليه سرطان السدي فالناس اللي عندهم في الأسرة يعني تاريخ بتاع المرض كان سرطان الرحم أو سرطان السدي دي ما بنحب ندونه الهرمون البديل خالص وعموما الهرمون البديل نحن ما بنشجع عليهه كثير لأنه زي ما قلنا إنه له آثار الجانبية فبنحب إن الواحدة تقوم فاهمة واطعة الفيزيولوجي وتاخد حاجات مساعدة بالنسبة لها تساعد على التخطي المرحلة وتستمر في حياة عادية بنشجع الحرين في الفترة دي وبنشجع السيدات على الرياضة وعلى الوحدة اللي وزنا زيادة تنقص وزنها وبعدين نشجعون على ممارسة هواياتهم عشان كده أنا بقول المرحلة دي هي عبارة عن سن الأمل وسن التحرر من قيود الأطفال الصغار بيكونوا خلاص كبروا إن شاء الله والدورة الكل شوية جاية الواحدة تكون خلاص ارتاحة منها تتفرغ لي صلاتها تتفرغ لي صيامة تتفرغ لي قرآنها تتفرغ لي عبادتها تتفرغ بعد كده لنفسها عايزة قابل صاحباتها يعني بتكون لها مجالة اللي هي عشان كده منقوله سن الأمل أكتر حاجة وسن الحياة وسن الانطلاق اللي تنقطع عندها الدورة وتكمل سنة دية معناها دية دم بعد سن القطور اللي بيحصل إنه الدورة لما تنقطع في بعض الناس بتنقطع طوال مباشرة يعني الدورة ما جاتني لهاها ثلاثة شهور لهاها سنة كده بعض الناس الدورة تبدأ تتقطع في الآخر يعني تجي كل شهرين تجي كل ستة شهور يعني تتباعد وبعض الناس تبقل شوية الدورة عندهم وبعد كده تبدأ تتقطع لحد ما تروح بعض الناس تجيهم بعد ستة شهور سبعة شهور تجيهم لكن نحن بنقول اللي تنقطع منها الدورة سنة كاملة دية معناها وصلت سن القطور وبعد كده إذا جات الدورة لازم تجينا في المستشفى عشان نحن نتأكد إنه الأمور كلها طيبة بالنسبة لها نحن عندنا مقياس بنقسبيه عشان نتأكد إنه الوحدي وصلت سن القطوع ولا ما وصلت سن القطوع اللي هو الهرمون المحفز للمضايا الهرمون دية بينتج في الغدة النخامية في أسفل المخ وبينشط المبايض والمبايض بالتالي بتفرز الهرمون بتاع الاستروجين اللي هو هرمون الأنوسة وبتفرز البيضات وكيف لما الوحدي تصل سن القطوع الهرمون دية بيرتفع لأنه بيجي بيتفرز من الغدة النخامية عشان يحفز المبايض والمبايض وصلت مرحلة إنه ما بتتحفز تاني فبترسلوا كله شوية فبزيد نسبة الهرمون فكل ما ارتفع نسبة الهرمون كل ما كانت الست أقرب لانقطاع الدورة فاللي تجينا تقول والله مثلا الدورة بدت تتأخر الدورة بدت كده بنعمل لها الهرمون فإذا القناه مرتفع بنعرف إنه هي وصلت سن القطوع أو قريبة لسن القطوع وبنفهم الكلام بيه لما تجينا وحدي اتقطعت منها الدورة فترة وبعدينك جاتها بنعمل لها الهرمون إذا القناه مرتفع بنعرف إنه هذا النزيف اللي جاها أو الدم اللي جاها هو ماهو دورة هو عبارة عن نزيف ولأنها الهرمون بتاعها مرتفع بمعناها المباعد بتاعها ما شقال فده ما بيبقى دورة ده بيبقى نزيف الرحمة ونحن بنهتم جدا عشان كده أنا قلت الشريحة كبيرة المفروض يعرفوا الثقافة بتاعة النزيف الرحمة بالزاد بعد سن القطوع ولازم تجيب بلغ المستشفى لأنه في معظم الحالات بيكون ما في مشكلة يعني بيكون نزيف رحمة نتيجة لخبطة هرموناتها نتيجة شوية نشاط في بطانة الرحم لكن الحاجة اللي بنكون نتأكد منها أنه ما في نشاط غير عادي أنه ما في نشاط يؤدي لمرض خبز فعشان كده بنصر أنه الناس اللي بعد سن القطوع لما نيجيهم أي دم لازم يجي يبلغوا الدكتور ولازم نشوف نعمل لهم التحاليل أول حاجة نعمل لهم الهرمون نتأكد أنه نوصلوا سن القطوع وبعد كده بنعمل لهم صنار نتأكد أنه بطانة الرحم سميكة وغير سميكة وبنشوف لهم عنق الرحم عشان نتأكد أنه النزيف ما من جهة تاني متابعي الكرام أتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا جزء لأنه أنا بعرف المعلومات لما تكون كثيرة مرة واحدة يمكن الناس بتستوعب جزء وسيط منها فأتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا اليوم الأعراض سن اليأس والمضاعفات اللي بتحصل منها والأشياء اللي مفروض ننتبه لها زي النزيف الرحمي بعد سن اليأس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة